عقدت جلسة مجلس النواب السبت بعد انتهاء اللجنة المالية من مناقشة القوانين المدرجة على جدول الأعمال التعديل الحادي والعشرون لقانون الملاك والقراءة الأولى لمشروع قانون إقرار البيانات المالية لعام 2014 جوبها باعتراض عدد من الكتل والنواب لكن اتفاق أعضاء اللجنة المالية بإخضاعهما للنقاش والمداولة قبل إقرارهما سمح للبرلماني بإنهاء قراءتهما القراءة الأولى قراءة أولى لمشروع القانون هذا البيانات المالية هذا لا يعني إضفاء شرعية على هذا المشروع والبيانات التي وردت فيه فتح هذا الملف أمر ضروري جدا لابد أن يطلع الشعب وممثلي الشعب والجهات الرقابية جميعا وأيضا من يعنيهم أمر التدقيق في الأمور المالية والاقتصادية على البيانات الواردة في مشروع القانون هذا وبرغم تمكن مجلس النواب من إتمام القراءة الأولى للقوانين المدرجة على جدول جلسته إلا أن القوانين الخلافية والمرحلة غابت عن أعمال المجلس ومنها قانون النفط والغاز وقانون انتخابات مجالس المحافظات رغم تأكيد أعراء في الإطار التنسيقي توافق تحالف إدارة الدولة على تمريرهما شيء الجديد الحاصل في قانون الانتخابات رقم 12 التعديل الذي حصل عليه هو تلفيقه ضمن قانون مجلس النواب يعني يكون قانون موحد لمجالس المحافظات ومجلس النواب لقانون انتخابات ويأخذ بذنظر الاعتبار الفرق في عدد المقاعد وبعد إنهاء القراءة الأولى لمشروع قانون المساعدة القانونية وقانون الإحصاء رفعت الجلسة توافق أكبر الكتل النيابية على تمرير مشاريع القوانين الخلافية والمرحلة لم يمنع بعض الكتل الناشئة من إعلان اعتراضها انقسام قد يؤخر إقرارها لكنه لن يوقف إدراجها على جدول أعمال الجلسات المقبلة وفق نواب أحمد عرام العراقية الإخبارية بغداد